إذا دعم الفقه بالدليل كان نورا على نور وهذه هي فكرة كتب السنن فهي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية ومنها سنن أبي داود قال أبو داود إنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها فهي من أعظم الكتب وأنفعها قال الحافظ المزي وكان من أحسنها تصنيفا وأجودها تأليفا وأكثرها صوابا وأقلها خطأا وأعمها نفعا وأعظمها بركة وأجلها موقعا عند الخاصة والعامة صحيح البخاري ثم صحيح مسلم ثم بعدهما سنن أبي داود وسنن أبي داود من أعظم الأصول في الإسلام قال الحافظ زكريا الساجي كتاب الله أصل الإسلام وكتاب أبي داود عهد الإسلام وقال ابن حزن قواعد الإسلام أربعة الصحيحان وكتاب أبي داود والنسائي فارجعوا إليها وهي من أنفع الكتب للفقهاء وطلاب العلم قال ابن الإعرابي لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف ثم هذا الكتاب يعني سنن أبي داود لم يحتج معها إلى شيء من العلم بتا وهي حكم عند اختلاف الفقهاء قال الخطابي كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله وقد رزق القبول من الناس كافة فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم وقال ابن القيم كان كتاب السنن لأبي داود رحمه الله من الإسلام بالموضع الذي خصه الله بحيث صار حكما بين أهل الإسلام وفصلا في موارد النزاع والخصام فإليه يتحاكم المنصفون وبحكمه يرضى المحققون وقد انتخب المؤلف من أحاديث الأحكام أصحها أو أقربها للصحة قال أبو داود كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعني كتاب السنن جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه فإذا أردت الفقه في الدين فتعلم سنن أبي داود واجتهد في ذلك قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين